عند الليلة عملت معالجات في الموضوع ده وهذا الموضوع ده كان صعب حتى على الحكومة السابقة يعني مثلاً كانت هذه الحلول مطروحة أمام نظام الرئيس عمر البشير أو حكومة الرئيس عمر البشير لكنه رفض أن يتعاطى معها كان يدرك مآلات هذا الواقع على المواطنين طيب يعني كان في تفهماً والله موضوع رفع الدعم هذا محوظ يتم بنفس طويل ديك حكومة محاصرة حكومة وضعها السياسي الدولي ثم مشكلة أنت ما عندك داني تجد من البداية قلت نحن حضنا العالم وحضنا الهناي والعالم فتح والرئيس الألماني جانوا واشتغلوا بينها يعني التمسيلية اللي اشتغلوا به ديك كان عندك قدرة لو كانت هناك إرادة وطنية لو كان هناك عقل يدرك في هذه الحكومة أنه يمضي في هذه السياسات برفق برفق بالمواطن لكن لأنه يكون المواطن ده ما يجزوا النزل افتكروا أنه الشارع ده حقهم يعني صراحة حمدوقني افتكر قصة تظنون قصة شكرا حمدوقني شيق على بياط والمجموعة بتاعة الحرية والتغيير يعني صدقت الوهمة بتاعة أنه الشارع الطلع في أبريل لشارعه هي عارفة أعداد منتسبينها وعارفة الناس المؤيدينها وعارفة وضاعها الحزبية هي عارفة تعلمت ذلك تماما فهل توهمت أنه الشارع الملك ده شارعه فاحتكرت المشهد كله احتكرت مشهد التغيير كله اللي صالحه اشتركوا في القناة